السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة معانا كرومبايا كبيرة الكرومبايا دي 8-15 جنيه هقول لكم بالضبط بتتكلف قد ايه رز وطماطم وبصل وخضرة اول حاجة بنسلق الكرومبايا في ميا وملح وكمون يدوبك يدوبك بس المياه تكون بتبكبك تنزلي الكرومبايا واتطلعيها اول ما تحيث ان الورقة طريت معاك بحيث انك تقدري تتنيها وتحشيها ولو نوية تفرزيها يبقى كمان اقل من كده بكتير ثانية في المياه تحطيها وعلى طول تخرجيها الكرومبايا الكبيرة ام 15 جنيه محتاجة 2 كيلو طماطم بعشرة جنيه حمرة ومستوية ولو جامدة نسبكها على النار ده محشي نايف نايف مش محشي متسبك الاسكندرانية بيعملو كده لو نوية تسبكيها يبقى حطيها على النار سبكيها وبرضيها احنا مش بنحب تعمل بصلة مستوية بنحب تعمل بصلة نايف ناية مع الـ 2 كيلو طماطم هنحط 2 كيلو رز و 3 ربطات خضرة بـ 3 جنيه شبت كسبرة بقتونس بنقى على الخضرة وهي مربوطة وعودة مرمغة في المياه يمين وشمال وبعد كده فك الربطة واخسلها تاني ده بيساعد على انه مفيش حاجة منها تقع ولا تهدري منها كتير حكينا حكاية الفرخة امه 143 جنيه في فيديو الشورتس اللي يحب يشوفه حيلقي اللينك في اول تعليق 2 كيلو طماطم 2 كيلو رز كرنبايا بـ 15 جنيه محتاجين كيلو لربع بصل حوالي 4 أو 5 بصلات كبار ونضربهم في الكبة ونحط عليهم ملح وفلفل نص كوباية زيت معلقتين سامنة بلدي المادة الدهنية دي حسب رغبتك وحسب امكانياتك انتي ممكن تشليها خالص لو عاجتك ليه هيلسي وتستكفي بالشربة اللي بتسقيها بنحط البصل والمادة الدهنية وعليها الطماطم واخر حاجة الخضرة بعد الرز عشان الخضرة ما تتبلش مننا عشان كده مش بنحب ان الطماطم تبقى متسبكة او البصل متقلب يدبل الخضرة والرز وبيبقى طعمه مختلف خالص عن طعم الاسكندراني نخسل الرز كويس ونصفيه اما بقى هندسة تقطيع الورق فكل شيخ وليه طريقة اللي يقطع مسلسات واللي يقطع مربعات واللي يقطع رولات كل واحد حسب رغبته المهمة وانتي بتحشي وتلاقي كده عروق بتحطي الرز نفس الحطة دي بحيث ان العروق تاخد شكل طولي او شكل الصبع لانك لو حطيتي الرز بالعكس بيبقى الصبع من جعلة صوت خين اشتغلي الحاجة دي فحاجة واسعة عشان ما تضطريش تغلطي غلطتي وتقلبي من حلة لحلة وتعملي موعين كتير وكمان المحشي مش محتاج توابل كتير هو ملح وفلفل اصمر بس عشان ما بوص طعمه طبعا انا كنت باستخدم الزبدة النيوزلندي بعد ما وصل سعرها 235 رحت جبت علبة سمنة من اللي هي العلة بالصفيح دي سعرها 200 جنيه قلت يعني ممكن دي ده بقى احسن شوية لانها كيلو مقفول لان الزبدة انت بتضطري انك تسياحيها فبتخسري من وزنها فالماتين 35 بتدفعينه في كيلو اللي ربع سمنة وبتجيبي اكبر حلة عندك وبترسي الراسة زي ما انت عايزة يمين شمال المهم في الاخر حيطلع محشي وكلنا حنيكل وقال فهنا اما عن تركة التسوية الناس اللي بتحبوا مظبوط يبقى تحط الشربة للصف اللي قبل الاخير وتسيبوا يغلي على نور لغاية لما يتشرب وتوطي عليه وتغطيه كويس وتسيبوا بعديها لغاية لما الريحة تطلع وندوق اما لو مش جايلك ضيوف وبتحبيه مستوي قوي زينا بنغطيه بالشربة وانسيت اقول لكم على تركة مهمة جدا بعد ما بنسقيه بالشربة بنرج الحلة وانهزدها يمين وشمال عشان ينزل لكل الصوابع اتمنى يكون الفيديو عجبكو في كل التركات واي استفسارات ممكن تسيبوها لي في التعليق واتمنى كمان لو عجبكو الفيديو تحطوا لايك والدعمونا بالاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته